عايزين نطلع لإيجندي الثالث أو رابع وهو هل يعني فيه إشكالية كبيرة في الحدود إشكالاتنا بالنسبة للحدود المفتوحة حتى الآن ورغم إنه في بعض الحدود مع بعض الدول كان فيه ديانة منية عسكرية يعني موجودة وقامت بعملها ويمكن فترة الحرب في دار فوركا معروف إشكالية الحاجة الدخول للسلاح وغير وغيره الآن ما زالت هناك حدود مفتوحة بطولة كيف التعاطي معها خاصة تلك الدول التي تعاني من الحروبات حتى الآن أو تعاني من إشكالات داخلية نحن عندنا حدود واسعة جدا يعني حدود السودان حدود واسعة وممتدة ومعها دول عديدة الدول ديزاتا في دول فيها مشاكل أمنية لذلك هذه الحدود المفتوحة مع وجودة المشاكل الأمنية في تلك الدول يعني يصعب السيطرة عليها لذلك سعى السودان أنه يجعل هذه الحدود حدود مصالح وحدود مرنة يعني ما تكون فيها حدود بتاعة مشاكل وعمل تجربة يمكن أن تكون فريدة هذه التجربة القوات المشتركة السودانية الشادية والتجربة نجحت بصورة ممتازة جدا أول حاجة هذه التجربة أمنت الحدود وعملت تنمية في القرى الحدودية ووقفت الحركات المسلحة من الجانبين التي تدخل تحدث عن هنا ليبيا مثلا تجارة البشر ليبيا كذلك بدت هذه القوات المشتركة بين السودان وليبيا ولكن للظروف الأمنية الموجودة في ليبيا وعدم وجود حكومة واحدة التي تم التعامل معها يعني الأمر بتاع القوات ما استمر يعني هي فعلا بدت وتم تكوينها لكن ما استمرت متى ما استقرت ليبيا والسودان واحد من دول الجوار الليبي وبيعمل باتهاد شديد جدا جدا على أساس أنه تستقر ليبيا هذه الحدود يمكن يكون فيها الترسيمة اكتمل لكن وضع العلامات لم يكتمل نتيجة للأشياء الحاصلة هناك صح صحيح في حدود مختلف عليها ودية ترك أمرها للمستوى يعالج في مستوى الدبلوماسية الرئاسية نعم نمشي للحطة بتاعة تحدثت من قبل عن استعداد الحكومة لإقامة وبناء قاعدة عسكرية روسية على سحن البحر الأحمر وكثير من المراغبين دائما يتحدثون عن أن فتح المعابر الحدودية وفتح السواحل للآخر خاصة بالنسبة للقواعدة العسكرية تكون له إشكالات ما بعد على أي أساس كان هذا القبول ويوجد قواعد عسكرية أي أن كانت على السواحل السودانية طيب نحن دولة وهذه الدولة لها سيادة ولينا مصالح أي موجودة مصالح نحن نسعليها نعم نحن ذكرنا أنه يعني يمكن أن نقبل بقاعدة روسية في ساحل البحر الأحمر وهذا الأمر مطروح وسندرسه مع كدولة وسندرسه مع الجانب الروسي إذا وجدنا أن مصلحة السودان في إقامة القاعدة الروسية بالتأكيد طيب المحازير يا ساعد المحازير يعني دائما بتكون في محازير خاصة في ظل التغيرات بتاعت التحالفات الدولية الحاصلة يعني علاقات الدولية ليس للسودان فقط لكن تقريبا كل دول العالم الثالث يعني تتغير تحالفاتها مع الدول الأخرى مرات التحالف نحن مثلا روسيا كده 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 إيران تركيا بعد شوية التحالف تغير يعني علاقاتنا تتوتر مع أمريكا تكون هناك إشكالات تعني وجود هذه القواعد تمثل ربما إشكالية أكبر من أن تكون لمصلحة البلد كم قاعدة توجد الآن في جيبوتي يعني ده برضو سؤال القواعد الموجودة أنحنا بنبنيها بناءا على مصالحنا الآنية وبندرسها زي ما قلت لك بندرسها أنحنا نشوف برضو المحازير المستقبلية شنو إذا كانت هناك أي محازير مغدورة عليها يمكن ذلك يمكن أن يضع ذلك في الاتفاقيات نعم إذا كانت هناك محازير غير مغدورة عليها فبالتأكيد القاعدة ما ستقوم وما ستتم وإحنا كذلك يعني من ضمن محيط إقليمي وبالتأكيد برضو أنحنا بتم تشاور إقليميا ومع الدول الجوار الإقليمي في كل ما يمس مثلا أمن البحر الأحمر وشاركنا قبل أيام في مؤتمرات عن أمن البحر الأحمر نعم ما نتحدث عن ذلك يعني ما هي المحازير بالنسبة للدول الأخرى في مثل هذه الحالات ممكن في حتة أنا عايز أفهمها يعني قامت قاعدة عسكرية هل يتطلب ذلك أخذ الإذن من الدول المياورة أو الدول المحازية التي نحن دولة للسيادة لن أخذ إذن من أي أحد طالما مصالحنا في هذه القاعدة ستبنى هذه القاعدة أي انت حال الدول التي تحازي البحر الأحمر أو لها السيادة نعم نتكلم عن السيادة حقنا قد نتفاكر معهم لأنهم أنحنا معهم في إقليم واحد أنحنا في جوار أنحنا في يعني أمن البحر الأحمر مع بعض قد نتفاكر معهم لأنها دولة للسيادة الآن إذا كان عنده دارين فتحوا قاعدة في أي حتة مثلا الدولة جدارة تفتح قاعدة هناك في دولتها هلأ نحن يمكن أن نعترض أو نقول لا لا فقط أفدا هناك في سيادة للدول التحالفات والعلاقات العسكرية بين الدول دائما ترتبط بسياسات هذه الدول ماذا تقول عن ذلك أكيد أن العلاقة عندما تكون جيدة مع الدولة المعينة هنا علاقاتنا العسكرية سواء كان في التبادل العسكري الخبرات السلاح شراء أسلحة غيره غيره تكون ربط دائما السياسات أو العلاقات العسكرية بالسياسة القايمة للدولة الأمر هذا صحيح؟ دائما في العسكرية يفترض نتسف خبرات وهذه الخبرات تأتي بالتدريب لذلك التدريب كل ما كان أشمل وشمل كثير من الدول يكون أفضل لماذا؟ لأن التحالفات قد تتغير من وقت لآخر تتغير التحالفات بالتأكيد سيتغير التسليح لذلك أنا بكون عندي مخزون تدريبي موجود وممكن أغير في وقت قليل زي ما حصل في زمن نميري تقريبا في 73 تم تحويل التسليح من التسليح غربي إلى تسليح شرقي ولذلك هي الأشياء دي موجودة ولذلك لكن القوات المسلحة والتدريب بتاعه لابد أن يتم في كل الدول وعلاقاتها تكون ممتدة مع كل الدول حتى تكتسب هذه الخبرات وتكتسب هذه التدريب ده بيقضني للسؤال الثاني إذا كانت الحكومة أقرب للعسكرية وما هي حكومة أحزاب هل يختلف الأمر بالنسبة للتعاطي العسكري يعني في العهود مثلا نقول الحزبية عن العهود اللي بتكونت مثلا الحكم فيها عسكري إما أنت قلت أني ميري أو الآن هل يختلف الأمر في التعاطي العسكري مع الدول الأخرى هل التعامل بالنسبة للأحزاب وهي طبعا ما بتكون حكومات عسكرية وفيها الجيوش بنفسها الطريقة يعني بتاعة الحكومات العسكرية هل يختلف الأمر في تعاونه مع الدول الأخرى أو في تعاطيها العسكري في كل الميالات القوات المسلحة واجبات محددة في الدستور وهو حماية في كل الحكومات في كل الحكومات هي ما عندها علاقة بالحكومات حزبية أو عسكرية لا ما عندها علاقة هي تعمل وفق ما كلفت به في الدستور أما التدريب فهذا أمر داخلي للقوات المسلحة تتدرب في مختلف الدول وهذا أمر يعني تقوم بين القوات المسلحة مع نظيرات من الدول الأخرى لو رأينا اليوم هناك من يتدرب في روسيا من يتدرب في الصين من يتدرب في الدول العربية في مصر في خلافه الآن السودان يعني القوات المسلحة السوداني أصبحت هي ذاتة قبلة للتدريب ويمكن التخريج الأخير عربوا في جيبها وفقان في الصين نعم أنا أتكلم عن التدريب الآن القوات المسلحة أصبحت متقدمة جدا في التدريب الآن تخريج الدورة كلية القيادة والأركان يمكن شفتوا على الدول التي تخرجوا منسوبيننا وجوهنا وكذلك أكاديمية نيميري العسكرية بكليتها كلية الدفاع وكلية الحرب كذلك من الدول الإفريقية من الدول العربية من غير ذلك يعني كانوا كلهم حضور وكانوا موجودين ليدل على مكانة السودان والسودان يعني يعمل الآن كذلك يعني يمكن برضو جاءت تدريب بتاع اللي وبتاع الشرق أفريقيا والسودان هو كان قادل هذه المبادرة وتدربوا وكان في مشروع كبير شاهدته في جبيت نعم كنت حضور أنت هناك بقناة أكثر الدول يا سعادته يعني الدول العربية بالذات اللي ممكن نقول التعاطي بينه وبينه عسكريا كبير الأقرب للسودان عسكريا في تعاطيه يعني من كل النواحي التعاطي العسكري الاستراتيجي أكثر الدول قربا للسودان من هذه الناحية يعني نحن نكون عارفين طيب يعني نحن ممكن نكون في تعاطي سياسي مثلا بينه وبين الدولة الفلانية هي الأقرب لنا لو حصل خلاف بيكون واضح لكن بيكون في تعاطي عسكري مع دولة معينة ممكن أي خلاف يسبب بشكالية يعني التعاطي العسكري مع دول معينة الاستراتيجي العسكري سواء كان بالتبادل الأسلحة التبادل الخبرات وكده أقرب الدول في فهمة العسكري للسودان وفي تعاطي التعاون العسكري بينه وبين السودان أنا لو فيه سؤالك صح يعني من خلال التدريب مثلا كله أي والتدريب والتبادل العسكري كله التدريب والتبادل العسكري وخلافه ده القوات المسلحة هي ده أمر خاص بها داخلي وهي تتعامل مع كثير من الدول زي ما ذكرت أنه يعني هسي فيه مدربين بيجوا بيتدربوا هنا في السودان بيرجعوا دولهم بنفس القدر السودان برضو كذلك بيرسل المبعوثين بتدربوا هناك الآن في مصر في الصين في روسيا في كثير من الدول هناك مشاريع تدريبية بيتم السودان مشارك فيها يعني مع المملكة العربية السعودية كان فيه تدريب مشترك في مروي طيب يمكن نرجع للحتة بتاعتنا قبل دي ما سألت منها يعني عشان يمكن زمان الحل غير يتخيل لي يقرب مخصصات النواب في البرلمان يعني يا سعدته دي كسور الحديث حولها دائما بتتهموا وتهاجموا من غير أطراف كثيرة جدا بينه نواب المجلس الوطن البرلمان همهم الأول حتى حضوا رجلسات مرات بيكون فيها غياب كثيرة جدا بتكلموا عنه وبيكتبوا عنه ولكن بيقيفوا عند مخصصاتهم وبيرى كثيرين بينه المخصصات دي مفروض يتم تقليلة من أجل المواطن من أجله البرلمان ذات البدافع المواطن يساهم في حل الضائقة المعيشية ضحكتك طبعا طيب أنا لو قلت لك أول حاجة أنا كنايب افترض ما أتكلم في الموضوع ده لكن اللي أأكد لك مرتب النايب أقل من مرتبك ومرتب النايب في المجلس الوطني حيات ثانية حوافز ثانية ما في مرتب النايب يعني أقل مرتب في المنطقة العربية والأفريقية والمجلس مفتوح وممكن بأي وقت جيت إن شاء الله حتتطلعي على المرتب بتاع النايب وستوزهلي وتتأكد يعني وظلومين حتغير رأيك تماما في هذا الكلام يعني وظلومين ده واحد نمره اتنين الشيء بأكده البرلمان حتى اليوم لم يطالب بزيادة مرتباته ما حصل أن البرلمان جاء يعني كلام شفوي أو مكتوب طالب بزيادة مخصصاته أو بزيادة مرتباته وأنا أكد لك أنه كثير من النواب هنا يضحوا تضحيات كبيرة يعني عندنا أخوات يمكن جايات من الولايات وهنا يعني واحد يأجر بيت يجيب أولادة تنقلهم المدارس وظروف يعني أنا مادر أتكلم عنها خالص أنا كان يعني نعم ربنا يعين إن شاء الله ربنا يعين إحنا رسالة أخيرة يا سعادة نعم لمن توجهها رسالة أوجهها إلى الشعب السوداني الصابر المعتسب هذا الشعب أنا أعتقد أنه يعني يستحق الكثير تعب تعب كثير ويستحق الكثير وبالتأكيد هذه الميزانية فيها بشريات والأخ رئيس الوزراء يعمل ليلة نهار اللي هو وزير المالية في نفس الوقت السيد الرئيس تحدثوا بالأمس في خطابه ما حتأخذ وقت يا سعادة الحاجة دي في عيد الاستغلال الميزانية تبدأ من الليلة اعتبارا من الليلة المرتبة زادت اعتبارا من الليلة الدعم الاجتماعي زاد نتمنى يعني ده كلام ما فيه كلام والدعم كذلك يعني أنه يوجه إلى مستحقين وفعله أنه هذا الدعم أنا ما أؤكده بأنه أنه يعني الشيء اللي عندنا أكتر من حوجتنا نعم ولكن زي ما ذكرت قبيلة الحدود المفتوحة وضعاف النفوس يهربوا هذه الأشياء فهذا الشعب يستحق مننا الكثير آمل أن نتوافق كلنا كقوة وطنية وأحزاب ومنظمة مجتمع مدني في أن نتفق في أن نسعى لمعالجة مشاكل هذا الشعب لا أن نختلف في الحكم وهناك صناديق للاقتراع اقترب موعدها نأمل أن نعمل جميعنا على أن نجهز نفسنا ونسهب إلى هذه صناديق الاقتراع في 2020 ونفوض من يحكم السوداء لكننا الآن دائرين كيف الدستور الجاي يحدد كيف يحكم في السوداء هذا الدستور هي إشكاليات من ظلت من يحكم وليس يحكم كيف يحكم نحن الآن الدستور المتوقع أنه يتم إجازته بالهيئة البرلمانية الجديدة كيف يحكم السوداء ونبعد ذلك نلتجي إلى صناديق الاقتراع لأن نحدد من يحكم السوداء نعم شكرا لك كنت ضيف عزيز علينا سعاد تل وارق الهادي آدم حامد رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان كتر خيرك كتير نشكرك أستاذ بن خيري على هذا اللقاء الهام ونشكر هذه القناة المشاهدة ومعركة الله فيك ربما عزيز باركة الله فيك شكرا لكم مشاهدين الأعزاء شكرا لكم التيمة العامل معي بغيادة الأخ المخرج محمد محمود وحتى نلتغي في حلقة جديدة من أجندة في أمان الله شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة